اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربع كباية من السمن وعلبة صغيرة من الزبادي او ياغورت وبالنسبة للحشوة بتاعتي عبارة عن لحمة متعة صاجة وجبنة موزرلة تقدروا تغيروا في الحشوات على حسب الازواء ومعايا حبة البركة وممكن استبدالها بالسمسم او ممكن تسيبوا الفطاير السادة هنبدأ نحضر مع بعض ضفت لالبة الزبادي على السمن او بقلبهم كويس جدا ممكن استبدال السمن بزبدة بعد كده حطيت ورقة من الجلاش وحبدأ اني امسحها بمسحة كويسة جدا من خليط التوريق بشبع كل الورقة زي ما احنا شايفين مع بعض بعد كده حضيف عليها كمان ورقتين من الجلاش زي ما احنا شايفين وفي كل مرة بحط ورقتين برضو بشباحهم بخليط التوريق خليط التوريق بيدي للفطاير بتاعتنا هشاشة وبيخليها من الداخل طرية جدا ومن بره بتبقى مقرمشة ده غير طبعا اللون هو اللي بيساعد على ان اللون بتاعها يبقى لون التحميصة او لون الدهبي الرائع حبدأ احط الحشوة بحط في الطرف زي ما احنا شايفين بالشكل ده في كل طرف من ورقة الجلاش كمية من الحشوة يعني اربع جناب او الاربع اطرف بالشكل ده ممكن اضافة على الحشوة طبعا لو فيه فلفل الوان او فلفل اغدر او فلفل حرق على حسب طبعا الازواء او ممكن زاتون ممكن تعملوا الحشوة بتاعتكم بالجبن مش باللحمة يعني يبقى الفطاير خفيفة عن اللحمة او ممكن سجوء او ممكن اي حاجة متوفرة الحشوة تقدروا تغيروا فيها طبعا على حسب الرغبة بعد كده بتانيها بالشكل ده كل طرف بقفل عليه وبديها برضو مسحة كويسة جدا بالفرشة من خليط التوريق لحد كده لسه طبعا الفطيرة بتاعتنا ما خلصتش ده اول فطيرة بعملها معاكم بوريكم الخطوات واحدة واحدة وطبعا هكمل باقي الفطاير بنفس الشكل انا عملت شكلين عملت فطاير كبيرة وعملت فطاير صغيرة وكل واحدة بشكل معين طبعا الاسهل بالنسبة لكم تقدروا تعملون بعد كده بجيب ورقة بفردها وبديها مسحة خفيفة برضو من خليط التوريق وبحط جواها الورقة اللي انا سبق وحشتها هي مش ورقة واحدة انا بقول عليها ورقة بس طبعا احنا شفناها مع بعض في الاول ورقتين ومسحتهم بخليط التوريق وحطيت الحشوة وبعد كده قفلت عليهم وتانيتهم كويس جدا بالشكل اللي شفناه وحطتها جوا ورقة تانية من الجلاش علشان خاطر الحشوة طبعا الخليط بتاع التوريق بيخلي الورقة طرية فما تتقطعش ويخرج منها الحشوة بقفل الطبقة الخارجية او هي دي الكوفر الخارجي للفتيرة بتاعتنا خلاص كده الفتيرة بقت شكل الظرف والحشوة جوه مش باينة ما تقطعتش وتمام على كده اخر حاجة بدي مسحة خفيفة منها الوش وبعد كده بديها رشة من حبة البركة ممكن يستغنق عن حبة البركة او استبدالها بالسمسم طبعا بكون محضرة الصاج اللي حدخله الفرن مسحها مسحة خفيفة بالفرشة من الزيت قبل ما ارس فيه فطير الجلاش النهاردة بتاعتنا واكيد الفرن ببقى مسخنها اسناء ما بحضر الفطير الفرن بتبقى ولعا ادي اول شكل بالطريقة دي طبعا الفطير الكبيرة هكملها بنفس الشكل هنعمل مع بعض الشكل التاني الصغير ورقة واحدة من الجلاش اهي تانيتها على اتنين بالشكل ده وحمسحها بالفرشة هشبهها طبعا زي ما احنا شايفين بالخليط وبعد كده بحط الحشوة في النص طبعا اللي حابب ان الكمية بتاعت الجلاش تبقى اكتر فيعمل الخطوة دي في الفطير الصغيرة دي شكلا بتبقى برضو جميلة جدا واكيد مع الحشوة برضو بتبقى مشبعة بتاني عليها من الناحيتين وبامسح برضو المسحة دي بالفرشة وبتاني الحروف وبقفلها بدي مسحة خفيفة من فوق علشان لماتني الجهة التانية عليها تلزق فيها وتمسك فيها ما تتفتحش مني زي ما احنا شايفين سهلة وبسيطة جدا والخليط ده زي ما قلتلكم بيخلي الفطير هشة ومقرمشة وطرية في نفس الوقت فعلا بيدي توريقة من الداخل تحفة جدا خلاص كده تمام ادي شكل الفطير الصغيرة فعلا شكلها رائع رسيت كله وخلصت بنفس الطريقة في الصجات او الصواني اللي هدخلها الفرن بدخل طبعا صاج صاج الاول تحت في الفرن من تحت لمدة دقتين يتشمع بس الارضية تتشمع بتاعة الفطير وبطلعه يكمل سواع الشبكة ما بيخدش اكتر من 10 دقيق في الفرن خدوا بالكم ما فتحتش عليه الشواية خليط التوريق هو اللي قده اللون الرائع ده مش محتاجة ان انا افتح شواية علشان ما يقرمش كمان زيادة حابينه يقرمش وتبقى الفطير نشفة افتحوا الشواية ده حسب الرغبة اول ما بتخرج بغطيها بفوتة مطبخ نجيفة علشان تحتفظ طبعا بالتروة بتاعتها ادي شكلها قدقيه رائعة وفعلا الفطيرة الوحدة مشبعة تنفع كوكبة غدا جنب اي طبق جانبي وتنفع كمان كوكبة عشا مشبعة جدا جربوها باذن الله تنول اعجبكم ما تنسونيش لايك 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 الفيديو واشتراك في القناة للي اول مرة يشرفني صحتين وهانا على قلوبكم يا رب كانت معكم لنا الحجير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة